السيناريو هاية أنا كنت يمكن بقول هل من الوارد أنه هما يرجحوا سيناريو عمليات لقوات خاصة بنوك أهداف اغتيالات نوعية قصف في المناطق بحد ذاتها وبالتالي يقف أمام الرأي العام الإسرائيلي يقول إحنا بنحقق لك وجزء فيه مقابل أنه بعد كده لو حصل أي فقدان في أرواح الأسرة يبقى هو واقف أنا حاولت يعني بنوك الأهداف يعني هما بقى لهم سبع تيام بيشتغلوا على بنوك الأهداف يعني خير دليل هو المشهد على الأرض في قطع غزة يعني بص المباني عاملة إزاي بص الاختيالات يعني فيه اختيالات حصلت النهاردة في إسرائيل بتحاول تؤكد أنها تقوم بما تستطيع أن تقوم به خلي بالك الداخل برضو أنا أرجع لك تاني أن تقصت أن الداخل الإسرائيلي كان منقسم وبالتالي الإنقسام ده هو اللي أثر على الجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة المظاهرات اللي كانت من عدة أشهر بسبب التعدلات القضائية داخل إسرائيل كل ده انعكس بشكل مباشر استقالة أو إقالة وزير الدفاع يعني نتنياهو أقال وزير الدفاع منذ فترة وبعدين رجع تاني فكل هذه الأشياء خلت الجيش في أطعف ما كان ليه دلوقتي هما في مرحلة التشتت والتخبط أن الصفعة كانت قوية ومؤلمة ومؤثرة وبالتالي المرحلة القادمة هما بيحاولوا يستعيدوا قوتهم بأكتر من هذا العدوان الصارخ يعني هما عندهم رغبة في الانتقام رغبة كبيرة جدا في الانتقام عشرات المرات من اللي احنا شايفينه على الأرض يعني لما بتسمع الإعلام الإسرائيلي بشكل أطعفه المختلفة بتشعر أن كلهم متوحدين على حاجة واحدة بس اللي هو مزيد من العدوان على قطاع غزة بل والعكس ما محوا حركة حماس من على الأرض تصرحتهم كلها في هذا الاتجاه هل هو بقى هيقدر يحقق ده فعليا على الأرض أنا أشك لأنه الشارع ضاغت جدا الشارع الإسرائيلي ضاغت جدا أنه هناك أسرة وممكن حياتهم تكون مهددة هل بقى السؤال اللي بيطرح نفسه الآن هل الجيش الإسرائيلي سيضع في أولوياته أو سيضع نصب عينه المية وعشرين أسير ولا هيقول لا أنا عندي هدف أن أنا أمحي حماس من على الأرض ومش عايز الأسرة دول خلاص هو سيحاكم وسيحاسب يعني هم حتى دلوقتي تصحية هنجبي اللي هو رئيس مجلس الأمن القومي ما فيش من حوالي ساعتين قال صراحة أن أعترف بأننا قصرنا ولكن ليس هذا هو الوقت المناسب لأننا نتحاسب يعني نحن في أوج المعركة فبالتالي المعركة خلاص لا صوت يعلو فوق صوت المعركة طب سيناريو النزوح ومصر موقفها شديد الوضوح في ده بأنه ده عمليا هو تصفية كاملة للقضية ده بقى من أهم الموضوعات لأنه هو يشبه أحداث النكبة وما حدث وقتها الحقيقة هم من 2004 طلعوا في مركز الأبحاث وطلع جنرال جيورا آيلند خطة لحل لأن مشكلة قطاع غزة بتموثله مشكلة ديموجرافية الناس بتزيد منطقة صغيرة بتهدد أمنه خلاص هو طلع هيطلع منها كان أياميها لسه ما طلعش ما كانش الانسحاب أحد الجانب حصل فبالتالي هو شايف المنطقة دي بتهدده وفي نفس الوقت مش عايز يضحي بأراضي ضفة عايز سيناريو جديد فطلعوا بالخطة بتاع التبادل الأراضي الخطة اللي هو شمال منطقة رفع يتم الامتداد الطبيعي بحوالي 600 كيلو في مقابل لل600 دول ناخدهم إحنا تحت في أرض النقب طبعا الأول كانت مجرد فكرة مكتوبة على ورق وبالتالي عشرات الأشخاص بعد آيلند قالوها يعني مش هو الوحده ده فيه يمكن مؤتمر هيرتسيليا كان 2008 ذكرها تاني وابتدى يقدم ما هو يغري المناطق العربية لأنه ما كانش بس مصر كان عايز مزارع شبعة عشان الجولان يعني كان عامل تبادل للفكرة كلها إن كمان الجولان تاخد حتة منها والباقي يقدو من منطقة مزارع شبعة مع لبنان تبادل معقد يعني فكل ده كان مجرد خطة على الورق إلى أن بدأ إن فيه سيناريو حقيقي يتضح للناس إنه قيد التنفيذ اللي هو المراحل اللي فاتت اللي هي مراحل سيناء شكلها كان عامل إزاي وإنه ده كان كله تمهيد إنه يبتدي ترانسفير أو نقل للفلسطينيين وده اللي مصر وقفت به بشكل حازم وواضح وصريح كلهم في التلفزيون الإسرائيلي هذه الفترة يعلمون جيداً أن مصر شديدة التأكيد بشكل صارم لا يقبل التأويل أنها لن تفرر القضية الفلسطينية من محتواها الحقيقي لأنه فكرة تهجيرهم خلاص الناس اللي ماتت دي عشرات السنين خلاص ما مش موجودين الناس اللي طلعت خلاص انت بتوديهم لمكان آخر وبتغير شكل القضية الفلسطينية وكأن الأكتر من 100 سنة اللي فاتوا دول راحوا هباء منثورة يعني واللي ماتوا دول ماتوا بقى خلاص مش مشكلة وبالتالي ده فكر جديد منطقة الضفة خلاص هنأخدها وهم يروحوا في حتة تانية فالكلام ده لما كان بالتراضي ترفض لكن لما يبقى بقى بالإجبار أو مش بالإجبار بالحاجة الملحة فهنا كان فيه وضوح صريح أنه لن نقبل بتصفيت القضية الفلسطينية بشكل حاسم دور مصر واضح جدا وصريح وحاسم فيها صحيح أنا بشكرك جدا على وجودك معنا النهاردة وأتمنى أن احنا نلتقي مرة تانية بإذن الله كل الشكر ليكي كل الشكر الكاتبة والمحللة المتخصصة بالشؤون الإسرائيلية الأميرة راشا يوسري طيب خلاصة القول احنا بنتكلم على أقدم قضية سياسية موجودة على سطح الكرة الأرضية لا توجد قضية في العالم أقدم من قضية الصراع العربي الصهيوني بنتكلم على الاحتلال الاستيطاني الوحيد اللي لسه باقي في العالم يعني مراحل الاحتلال الاستيطاني كل ده خلص مع انتهاء الحرب العالمية التانية لكن للأسف الشديد تنتهى الحرب العالمية في 1945 في 45 فيظهر لك الصهيوني في 48 ويبقى هو الاحتلال الاستيطاني الوحيد اللي لسه موجود على ظهر البسيطة لكن ميتا لازم يحزف البوستات بتاعة العرب ولا وسيء أن أن لازم تعمل مشهد مصطنع سينمائي لمراسلتها والغرب يرفض مظاهرات العرب لأجل القضية الفلسطينية ومعرض فرانكفورت الدولي للكتاب يساند المحتلين الحقيقة العالم يحب الإنسانية والقضايا الإنسانية قد عنيه وقال لك العالم الحر عارف انت يا حيا الفخراني؟ اتلهي قال له بتقول ايه؟ قال له اتلهي يعني قراءة اشتركوا في القناة